القلب هو عبارة عن عضو عضلي أجوف وظيفته بأنه بيدخ الدم لجميع أجزاء الجسم متوسط حجم القلب بيكون في حجم قبضة اليد وبيكون أكبر قليلا في الرجل البالغ على المرأة البالغة ووزن القلب حوالي 300 جرام القلب بيكون على شكل مخروطي وبيتكوم من أربع حجرات وبينقسم إلى جانب أيمن وجانب أيصر كل جانب بيحتوي على حجرتين الحجرتين اللي في الأعلى اسمهم الأوزينين والحجرتين اللي في الأسفل اسمهم البطينين الجانب الأيمن في القلب والجانب الأيصر بينصقوا مع بعض علشان يضروا يضخوا الدم المؤكسج يعني اللي بيحتوي على أكسجين إلى جميع خلايا الجسم ويضروا كمان يضخوا الدم غير المؤكسج يعني اللي بيحتوي على سانيوكسيد الكربون إلى الرأتين بيدق القلب في الإنسان الطبيعي المتوسط من ستين إلى سبعين دقة في الدقة قلنا إن القلب بيتكون من أربع حجرات بطين أيمن وآيصر ووزين أيمن وآيصر كل حجرة منهم لها دور مختلف الوزين الأيمن بيستعب للدم غير المعكسش من الجسم خلال الوريد الأجوة في العلوي والوريد الأجوة في السفلي وبعد كده بيصبهم داخل البطين الأيمن بعد كده بيدخهم البطين الأيمن إلى الرئتين خلال انشريان الرأوي علشان يحصل تبادل غازات ويتحول لدم معكسش ويرجعوا تاني القلب من خلال الأوريدة الرأوية إلى الوزين العيصر الوزين العيصر بيدخهم إلى البطين العيصر ومن هنا بيخرجوا من القلب إلى جميع خلايا الجسم خلال الشريان الأورطة والقلب بيحتوي على أربح سموات بيتحكموا في مصار الدم داخل القلب من خلال غلق وفتح حجرات القلب صمامين بيكونوا ووجودين ما بين الوزينين والبطينين بيمنع رجوع الدم تاني إلى البطينين الصمام سلاسي الشرفات بيكون موجود ما بين الوزين الأيمن والبطين الأيمن وبيمنع رجوع الدم تاني إلى الوزين الأيمن بعد ما يتم ضخه إلى البطين العيمن والصمام سناسي الشرفات أو ما يسمى الصمام المترالي بيكون موجود ما بين الوزين الأيصر والبطين الأيصر وبيمنع رجوع الدم تاني إلى الوزين الأيصر بعد ما يتم ضخه إلى البطين الأيصر بعد كده بيكون فيه سمامين اسمهم السمامات الهلالية السمام الأول هو السمام الراوي بيكون موجود في الشريان الراوي وبيمنع رجوع الدم تاني من الشريان الراوي إلى البطين الأيمن والصمام التاني هو السمام الأورطة وبيكون موجود في الشريان الأورطة علشان يمنع رجوع الدم تاني إلى البطين الأيصر بعد ما يتم ضخ الدم ضربات القلب بتنشأ بشكل منتظم بسبب وجود ضفيرة متخصصة من الألياف العضلية المتفونة في جدار الوزين الأيمن والضفيرة دي اسمها العقدة الجيب أزينية ساينو أتريال نوت العقدة الجيب أزينية بتطلق إصارة انكباض عضلات الأزينين وبعد كده الإشارة بتوصل لعقدة تانية بتكون موجودة ما بين الوزين والبطين اسمها العقدة الوزينية البطينية أتريوف اندركلر نوت فبتنتقل الإصارة بسرعة من العقدة الوزينية البطينية إلى الألياف بتكون موجودة ما بين البطينين اسمهم الألياف حس الياف حس بعد كده بتاخد الإشارة وبتنقلها إلى جدران البطاينين خلال حزمة اسمها حزمة باركنجي فبتنقمد عضلات البطاينين والضخ الدم ترجمة نانسي قنقر